موسيقى الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأنشطة شركة شافرن الأمريكية العالمية خصوصا في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي بمصر مدبولي يؤكد أن مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم في تاريخها وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة زيلانسكي يحذر من تصعيد روسي قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي لبحث انضمام كييف إلى تكاتل الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شافران الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول في مصر جاء ذلك خلال استقبال سيد الرئيس رئيس مجلس إدارة شركة شافران مايكل ويرس حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشار إلى ما تمتلكه الشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية من جانبه أرى برئيس مجلس إدارة شركة شافران عن اعتزازه بنشاط وتوجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر مؤكدا حرص الشركة على تطوير شركة استراتيجية مع مصر في ضوء ما حققته من نمو اقتصادي وتفرة تنموية بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالات الغاز والتي تتعظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا دكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة دكتور رمضان كيف ترى جهود الدولة في تعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجال البترول الآن هذه الشركة الأمريكية كيف ترى دورها في دعم أيضا القطاعات الاقتصادية الأخرى والقائمة على المشتقات النفطية وسنوعة البترو كيمويات هو الحقيقة أنا شايف أنه دي ظروف مهيئة جدا لمصر لكي تكرر تجربة نجاح مع شركة أني والحقيقة أن استقبال السيدة الرئيس عرفتاح السيسي لرئيس شركة أفرون بيعكس اهتمام الدولة بالقطاع البترول واللي من خلاله الحقيقة حقق هذا القطاع طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السابعة الماضية وهذا الاستقبال كان له مردود إيجابي لأنه تحقق من خلاله نجاح غير مسبوك مع شركة أني الإيطالية زي ما ذكرت لأنه بعد استقبال السيدة الرئيس لرئيس الشركة وتوجهاته بتكسيف التعاون معها وتزديل أي معوقات حققت الشركة أهم اكتشاف للغاز في المياه العميقة بالشرق المتوسط ده معناه أنه الشركات العالمية عندها ثقة في مصر أنه مصر مهتمة بهذا القطاع والآن ظروف مهيئة أنه العالم كله أيضا مهتم بهذا القطاع وده للحقيقة كان هناك إصرار من مصر لكي يتم تحقيق اكتشافات لأنه تخلت العديد من الشركات العالمية عن مناطق الامتياز اللي كانت بتنحى مصر في المياه العميقة وده إدى انطباع بعدم إمكانية تحقيق اكتشافات في المياه العميقة لكن ثقة شركة إني بمصر وبالقيادة السياسية خلها تدخل استثمارات كبيرة تحقق من خلالها اكتشاف حق لضغر اللي قال عنه رئيش شركة إني أنه اكتشاف الشركة لأكبر حق لغاز طبيعي محتمل في العالم قبالة السواحل المصرية من شأنه أن يغير قواعد اللعبة لمصر وفقا لمفاهيم استقرار الطاقة والحقيقة تحقق ما قاله رئيس شركة إني دلوقتي شركة شيفرون طبعا هي عاملة في مصر لكن لم تحقق النجاح اللي حققته شركة إني أنا أعتقد أنها تجربة نجاح بإذن الله سوف تتكرر مع شركة شيفرون مثل ما تحققت مع شركة إني نعم يعني نتحدث في المجمل دكتور رمضان عن مشروعات تعاون إقليمي الجارية لربط ونقل وإسالة الغاز هذا الأمر يعني مهم جدا في هذه المرحلة ومهم جدا لمصر خاصة في ظل أزمة الطاقة الحالية عالميا إلى أي مدى يفيد مصر في هذا التوقيت اقتصاديا في رأيك؟ طبعا حيفيد مصر جدا أولا زي ما قلت لحضرتك الظروف العالمية بتجعل الأوروبا تهتم جدا بمصر لكي تكون مركز إقليمي لتصدير الطاقة المكتشفة في المياه العميقة لأن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها خطوط أنابيب لنقل الغاز من المياه العميقة لمحطات الاستقبال الأرضية في بورسعيد وأيضا تملك أكبر مصنعين لإسالة الغاز في الشرق الأوسط فالظروف مصر مهيئة ظروف العالم الآن للبحث عن بدائل للغاز الروسي زاد اهتمام أوروبا بمصر ولذلك أنا متصور أن العديد من الشركات العالمية بإذن الله سوف تدخل مزيد من الاستثمارات لتحقيق اكتشافات جديدة في مصر وأيضا في منطقة البحر الأحمر بعد أن تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الحقيقة مكاسب مصر ليست اقتصادية فقط لأن مصر تستطيع أن تشتري الغاز المكتشف ثم تصدره أو تأخذ رسم عبور باستخدام البنية التحتية وأيضا تأخذ رسم عن إسالة الغاز ده من ناحية الاقتصادية أما من ناحية السياسية طبعا فثقة المصر السياسي يعني بيزداد يوما بعد يوم للسياسة الحكيمة طبعا اللي بتتبعها القيادة السياسية أشكرك جزيلا دكتور رمضان أبو العلاء أستاذ هندسة البترول والتاقة استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف توريد القمح بالمحافظات ومدى توافر استلع الأساسية بالكمية والأسعار المناسبة للمواطنين وخلال ترأسي الاجتماع مجلس المحافظين تطرق مدبولي إلى متابعة سير أعمل امتحانات السنوية العامة والتأكيد على خروبها بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب كما نبه رئيس الوزراء على الأهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأطحى المبارك موجها برفع حالة التوارئ في المحافظات استحلية مع قرب حلول عيد الأطحى المبارك وإجازات الصيف والتأكد من عمل مختلف المستشفيات وتوافر السلع المختلفة بالأسواق كما نوه مدبولي إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع رؤوس الحية من الماشية في المحافظات لفتا إلى أن هناك توجيه بحصر الأراضي غير المستغلة لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة شدد رئيس الوزراء كذلك خلال الاجتماع على أن رئيس السيسي يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية وصرعة التعامل معها مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحصم حاليا مع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية ومشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من سمانية ألاف مخالف أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التجربة المصرية التنموية في السنوات الثماني الأخيرة وما أفرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات وخلال مشاركته في افتتاح فعاليات دورة السابعة لملتقى بنات مصر شد دمت بولي على أن مصر وهي تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة تضع خبراتها في القطاعات المختلفة رهن الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد آخر واستطاعت الدولة بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من المدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية وخدماتها ووحداتها السكنية ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها أما في ملف النقل والطرق فهو يعد هو الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة وهو الملف الذي أهلنا لنكون الآن جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة من المشروع القومي للطرق إلى مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وجهود تطوير السكك الحديدية ومتر الأنفاق يقف هذا القطاع شاهدا على إنجاز المصريين بمشروعات استحقت دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية أما المعجزة التي تحدث عنها العالم فهي ما حدث في قطاع الطاقة وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدي نقص الطاقة الكهربائية لتصبح إحدى الدول النموذج في هذا القطاع التي أصبحت تتمتع بفائد يؤهلها لتصديره إلى دول الجوار عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث أكد سيد الرئيس عبد الفتح السيسي دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول في مصر جاء ذلك خلال استقبال سيادته رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد مايكل ويرث رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة السيد الرئيس وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر وذلك في ضوء ما حققتهم مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية عشر رئيس الوزراء إلى أن مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم في تاريخها وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة أضف مدبولي أن مشروع حياة كريمة يعتبر الأضخم تمويلا والأعلى من حيث المستفدين حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصري تنفذ مصر حاليا المشروع الأهم في تاريخها أو مشروع القرن كما يسميه الكثيرون وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة فهو المشروع الأضخم تمويلا والأعلى من حيث عدد المستفدين حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصري كما أنه الأقوى والأبقى تأثيراً حيث يحدث نقل نوعية في حياة سكان قرانا المصرية ويدخل بقرانا إلى مرحلة لم تشهدها سابقاً هذا المشروع الذي يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة ويواجه الكثير من التحديات سيصبح نموذج جديداً لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدود الدخل عانت على مر السنين وسواعد مصرية تواصل الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف الذي نصب إليه جميعاً في سيمفونية من البزل والعطاء يشعر بها ويدعمها سكان الريف المصري أشار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تمتلك حالياً ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداث الفارق في مشروعات مختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة وأضف مدبولي أن مصر تنفذ مشروعات عملاقة في الدول الإفريقية والعربية يأتي منها مشروع سد جوليس نيريري على نهر الروفيجي في تانزانيا والذي يحظى بمتابعة حسيسة من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حلم التنمية للأشقاء في تانزانيا تمتلك مصر حالياً ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الإفريقية والعربية يأتي منها مشروع سد الرئيس جوليس نيريري على نهر الروفيجي في تانزانيا وهو المشروع الذي يحظى بمتابعة حثيثة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حلم الأشقاء في تانزانيا في التنمية كما تنفذ شركاتنا الكبرى ومنها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص مشروعات متعددة في دولنا الأفريقية والعربية ومن هنا تأتي أهمية هذا الملطقة الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء ليلقي الدوء على ما تحتاجه دولنا الأفريقية والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانات وقدرات يمكننا من مشاركتها لتحقيق تمحات شبع بنا في التنمية والرخار وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغة أكثر من 274 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 192 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 52 طن وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن إسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 613 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص للوزن و79 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط سبع قضايا بمضبوطات بلغة قرابة 60 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحل بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قضايا المناخ في ضوء الرئاسة المصرية القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ كما التقى شكري مع رئيس البنك الأوربية للاستثمار فرنر هايرا وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك وما تمثله مصر بكونها الشريك الأكبر للبنك خارج أوروبا وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي للاستثمار كما أشدد شكري على الأولوية المشتركة لمصر والبنك في التركيز على مشروعات التاقة والتحول الأخضر لا سيما في ظل الجهود المصرية لتحول إلى مركز إقليمي للتاقة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر أظهرت مصدقيتها كدور فعل لمعالجة الكثير من القضايا وأعرب وزير الخارجية عقب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في الأكسنبورغ أعرب عن تطلعه لاستمرار ودعم تعزيز العلاقات بين الجانبين ومعالجة قضايا المنطقة أود تأكيد أن مصر قد أظهرت مصدقيتها كدور فعل وأنها باستطاعتها معالجة كافة التحديات التي واجهتها بشكل مشترك بطريقة إيجابية وموضوعية للغاية نحن سعداء باستمرار تعزيز العلاقات من أجل مصلحة الطرفين ونرى التطور في تكتيف العلاقات على أعلى مستوى شرفنا باستقبال رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فندرلين ونتطلع قدما من أجل مجلس الشراكة والاجتماع مع وزراء الخارجية لنستمر بحوارنا العميق للغاية المتعلق بعلاقاتنا التنائية والمتعلق أيضا بظروف المنطقة والظروف العالمية وبالتأكيد التبعات الاقتصادية وما يواجهه الاقتصاد العالمي من مشهد قاس وأن مصر حملت على عاطقها حملا كبيرا في هذا الاتفاق الاقتصادي ودعمنا لأصدقائنا بالأمن الغذائي وتدعيات التضخم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وحول مؤتمر الأطراف لتغيرات المناخية كاب 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستطرح العديد من المبادرات بشأن تغير المناخ وأعرب شكري عن أمله في مواجهة تحديات المناخ بشكل أكثر فاعلية وذلك من خلال العلاقات القوية مع الاتحاد الأوروبي نحن على وشك الشروع في استضافة مؤتمر الأطراف كوب 27 وفي خلال هذا المؤتمر سنقوم بترح مبادرات متنوعة إقليميا ودوليا لدفع جدول أعمال تغير المناخ وزيادة الطموح ولكن أيضا قدرة وفرصة مصر كونها منتجة رئيسية للطاقة الخضراء نحن نتطلع إلى علاقة تعاونية صحية مع الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد ولكن من المهم التنسيق ودرجة الفهم المشترك للعديد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك ونحن نؤمن أنه من خلال جهودنا المبذولة سويا بمقدورنا مواجهة تلك التحديات بطريقة أكثر فاعلية من جانبه أهلنا نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جازيب بوريل أن وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون دليلة في أعمال الاتحاد ومصر وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيدعم بناء اقتصاد مستديم يقوم على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر هذه الوثيقة ستكون الدليل في أعمالنا واسمح لي بأن أضع على الطاولة اعتقادي بأننا الشريك الذي يعتمد عليه فنحن نستثمر ونتاجر وندعم الشعب المصري ونود الاستمرار في تقديم ذلك ضمن أولوياتنا في علاقاتنا الثنائية وكل تركيزنا الآن منصب على بناء اقتصاد مستديم يقوم على التحول الرقمي والطاقة الخضراء بشكل رئيسي ولا نحتاج للتعبير عن دوركم الهام الذي تقومون به في المنطقة فبدونكم لم تكن المنطقة أكثر أمنا رحبت مصر بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي والذي استضفته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من الثاني عشر إلى العشرين من يونيو من عام 2022 واتمنت وزارة الخارجية في هذا السياق التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية كما أعربت الخارجية عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت أكدت مصر حرصها على توفير حياة كريمة للاجئين جنبا إلى جنب مع المواطنين دون تمييز حيث تصديف مصر أكثر من ستة ملايين لاجئ ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين أكدت وزارة الخارجية أن مصر حرست على مري تاريخها الممتدة على أن تكون وطنا ثانيا لكل من اضطرته ظروف لتركي وطني الأم بحسن عن مكان يعيش فيه بأمان وعن حياة أفضل له ولأسرته ولفتت الوزارة إلى أن مصر طالما نادت وتنادي دوما بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا لجوء من منظور شامل يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المظيفة على الصمود انتناقا من مبدأ المسئولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسئوليات أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتاريش أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تسببت في أكبر وأسرع موجة النزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأشار جتاريش في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى أن أعداد اللاجئين في العالم سجلت مستويات قياسية ليبلغ إجمالي نزحين قصرا حول العالم مئة مليون شخص وهو رقم يشكل إدانة قاتمة لعصرين ودع جتاريش إلى التعهد ببزل المزيد من الجهد لما فيه مصلحة اللاجئين في كل مكان ولما فيه مصلحة البلدان التي تستضيفهم هذا وقد أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال أربعة ملايين ومئة وتسعين ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي وأكدت الوكالة أن البلاد استقبلت أمس الأحد أربعة وعشرين ألفا وثمانمائة لاجئ من أوكرانيا فيما قادر مليون لاجئ عائدين إلى أوكرانيا يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة نطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم يتم بمجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية توقع رئيس الأوكراني بولودمير زلانسكي أن تصاعد روسيا هجماتها هذا الأسبوع فيما يبحث دعماء الاتحاد الأوروبي مسع كييف للانضمام إلى التكتل وشدد زلناسكي على استعداد بلاده لمواجهة أي تصعيد في العمليات العسكرية الروسية ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي خلال قمة الخميس والجمعة على طلب أوكرانيا على الرغم من مخاوف بعض الدول الأهضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس الأوكراني فلاديمار زلناسكي أن روسيا نفذت سلسلة من الهجمات الجوية في شمال وشمال شرق أوكرانيا في ساعات الأربعة والعشرين الماضية وأكد أليكساندر شتوبون المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الضربات الجوية والمدفعية ضربت مدنا بما في ذلك سومي وليمان وخركافة واسلافيا ناسك وأضف المتحدث أن الجيش الروسي لا يزال يركز جهوده على مدينة سيفيرو دونياتسك حيث يسعى لتحقيق مكاسب في دونباس أعلنت أوكرانيا أنها فقدت السيطرة على بلدة ميتولكينو المجاورة لمدينة سيفيرو دونياتسك الاستراتيجية في منطقة دونباس والتي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها بالكامل منذ أسبوع وأكد رئيس بلدية سيفيرو دونياتسك أن الجيش الروسي بات يسيطر على معظم الأحياء السكنية في المدينة وتقدمت القوات الروسية ببطء في منطقة دونباس التي تضم لوهانسك ودونياتسك حيث ركزت جهودها العسكرية بعدما خرجت من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف في بداية العملية الروسية في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي إلى ذلك اتهمت السلطات الروسية القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم وأشارت السلطات في شبه جزيرة القرم إلى إنقاذ خمسة أشخاص من أصل 12 شخصاً بموقع المنصة البترولية بينهم ثلاثة مصابين على الأقل ذكرت روسيا أن الغواصتين النوويتين سيفيرو دوفينسك وسمولينسك نفدتها بنجاح تدريبات لإطلاق الصواريخ في بحر بارنس وأفد المكتب الصحفي في أصول الشمال الروسي بأن الغواصتين قامتا بتوجيه ضربة صاروخية ضد مجموعة سفن حربية للعدو المفترض في بحر بارنس وأوضح المكتب أن البحارة الروسية تمكنوا بنجاح من إصابة الموقع المسادف الذي يمثل مجموعة من سفن الإنزال للعدو المفترض وذلك باستخدام صواريخ كاليبر وجرانات على مسافة حوالي 200 كم اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جازب بوريل بأن روسيا يجب أن تحاسب إذا وصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم ووصف بوريل إجراءات روسيا بأنها بمثابة جريمة حرب حقيقية واستنكر المسؤول الأوروبي أن تظل ملايين أطنان من القمح عالقة في أوكرانيا بينما يعاني الكثير حول العالم من أزمة غذائية قفزت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسي في مايو وتصبح أكبر وورد لبكين وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الروسي بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخوها عبر خط أنبيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحرا بلغ ما يقرب من 8.42 مليون طن وذلك وفقا لبيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك ويعادل هذا الرقم حوالي 1.98 مليون برميل يوميا أي بزيادة 25% عن أبريل الماضي أعلنت الحكومة النمسوية أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجرية بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض وردات الغاز الروسية وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع أزمة إن السلطات ستعمل مع مجموعة فرباند المورد رئيسي للكهرباء في البلاد لإعادة تشغيل المحطة في مدينة ملاخ الجنوبية وأغلقت محطة ملاخ التي كانت آخر محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بالبلاد في ربيع عام 2020 حيث تخلصت الحكومة تدريجيا من الطاقة الملوثة في محاولة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% يواجه المسافرون جوا في الولايات المتحدة فوضا صيفية في المطارات بجميع أنحاء البلاد مع إلغاء ألاف الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين وارتفاع أسعار التذاكر نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتم إلغاء ما لا يقل عن 15 ألف رحلة في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع تزايد الطلب على السفر مع بدء موسم العطلة الصيفية في الولايات المتحدة هذا وتكافح شركة الطيران لاستبدال ألاف الموظفين الذين تم تسريحهم خلال جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين أهلا بكم من جديد خسر تحالف الذي يقوده رئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان وحصل تحالفه معا الذي يقوده ماكرون على 245 مقعد في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختم الدورة الثانية للانتخابات التشرعية كما فاز تحالف اليسار ب135 مقعدا والتجمع الوطني اليميني ب89 مقعد وسيتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في أبريل لولايات ثانية أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال السنوات الخمسة القادمة هنأ وزير الخارجية الأمريكية أنتني بلينكين الرئيس الكولومبي الجديد جاستافو بيترو بفوزه في انتخابات الرئاسة وأعرب بلينكين في بيان عن تطلعه للعمل مع رئيس الكولومبي المنتخب لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا على نحو أكبر لتوفيد مستقبل أفضل للبلدين تعهد الرئيس الكولومبي الجديد جاستافو بيترو بإجراء تغيير حقيقي في البلاد وذلك عقب فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يصبح أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا كما تعهد بأن تقود كولومبيا مكافحة تغير المناخ في العالم خلال الفترة القادمة مضيفا إلى سعي كولومبيا لإنقاذ غابات الأمازون إلى جانب البلدان الأخرى في أمريكا الجنوبية وحصد بيترو 50.45% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بفارق نحو 700 ألف صوت عن منافسه رودالو هيرنانس الذي أقر بهزيمته على 47.30% من الأصوات بحسب نتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات أعلنت مصادر كورية جنوبية ناسول وواشنطن اتفقتها مبدئيا على إجراء محادثات دفاعية في واشنطن الشهر القادم للرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يكون على رأس جدول الأعمال لتعزيز إمكانية إنفاذ الردع الموسع للولايات المتحدة والتزامها المعلن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية بما في ذلك الخيارات النووية وذلك للدفاع عن حليفها الأسيوية قالت وزارة الدفاع الصينية إنها أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية تطلق من منصات على الأرض مضيفة أنها حققت الغرض المتوقع ووصفت هذا الإجراء بأنه دفاعي ولا يستهدف أي دولة وتكثف الصين الأبحاث في جميع أنواع الصواريخ بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية وذلك في إطار قطة تحديث طموحة تحت إشراف الرئيس شين جين بينج حيث تقول بكين إن مثل هذه التكنولوجيا ضرورة لدفاعي والأمن الوطني قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته وحسب التقديرات الأولية خمس درجات هز مدينة سوزو الواقعة في شمال البلاد وضفت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات من ساحل بحر اليابان مؤكدة أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية تسونامي قلت هيئة رز الزلازل في تايوان بأن الساحل الشرقي لتايوان تعرض لزلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس الاختر فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكنونيين وهو ما يجعلها عرض للزلازل وأودى زلزال بحياة مائة شخص في جنوب تايوان في عام 2016 فيما أدى زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر لمقتل أكثر من ألفين شخص في عام 1999 قال مسؤولون وسائل إعلام محلية في بنجلادش إن الفيضانات وصلوا إحداث فوضى فيما تكافح السلطات من أجل نقل مياه الشرب والأطعم الجافة إلى الملاجئ في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الشاسعة من البلاد وذكرت السلطات أن أكثر من عشرة أشخاص لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد منذ بدء هبوب الرياح الموسمية في الأسبوع الماضي في بنجلادش الدولة التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة وتقع في منطقة منخفضة وتواجه تهديدات من كوارثة طبيعية كالفيضانات والآصير والتي تفقمت بسبب تغير المناطق تفقمت بسبب تغير الموسمية في أطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة أعلنت وزارة صحة والسكان إطلاق خمسين قافلة طبية مجانية في المناطق نائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من العشرين إلى السلسين من يونيو ويتم توجيه القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجاً مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من بارس كورونا وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظمت مدرية صحة بأسوان قافلة طبية بقرية أقليت التابعة لمركز كوميمبو وقدمت القافلة خدمتها طبية والعلاجية لنحو 1516 مواطناً مجاناً فيما تم تحويل عدد الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن المحافظة نحن عبارة عن مستشفى ميداني متنقل نحاول نوصل الخدمة الطبية لأهلنا والناس في المناطق المحرومة والأكثر احتياجاً والمناطق البيضة على الخدمة الطبية نحن النهاردة بننفذ القافلة الطبية في قرية أقليت التابعة لمركز كوميمبو نحن النهاردة اليوم الثاني للقافلة الطبية نحن عبارة مثل ما قلت حضركم مستشفى ميداني ونضم عشر تخصصات طبية مختلفة الكشف والعلاج بالمجان معنا صيدلية في أكثر من 130 صنف بالمجان وقعت وزارة البترول وإحدى الشركات العالمية على مذاكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر ووفقا للاتفاق ستقوم الشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية إيجاز والشركة العالمية بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح في شرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته ليتم إعادة تصديره وبيعه بحيث يكون ذاجد واقتصادية من جانبي صرح رئيس الشركة بأن لديها خطط لحفر أول بئر استكشافيه في منطقة تن بالبحر المتوسط في سبتمبر القادم وأن نتائج الدراسات السزمية جيدة في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع دول الشقيقة استعرض وزير الموارد المائية ورية محمد عبد العاطي نتائج زيارة الوفد المصري لدولة العراق وتطرق التقرير لدراسة إنشاء محطة معالجة للعراق لتنقية تحلية المياه بنهر الفراط تماثل محطة معالجة مصرف بحر البقرة وشدد وزير الرئي على الحرص على متابعة ملف تعاون بين مصر والعراق والسعي لاستفادة الجانب العراقي من التجربات المصرية في مجال إعادة استخدام المياه انتلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة التنوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام سبعمائة وسبعة ألف وتسعمائة واثنين وتسعين طالب وطالبة منهم 268 ألف وثماني مائة وسبعون وتسعون طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و338 ألف وثماني مائة واثنين وثمانين طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم ومائة ألف ومائتين وثلاثة عشر طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات وهم وزعون على ألفين وثمانين وثمانين لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث أدى طلاب الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية اتفقت مصر وقطر على أعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك بجانبيها والاستعانة بكوادر متميزة وبما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية خلال المرحلة المقبلة وخلال لقاء وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع مع نظيرها القطري محمد بن حمد بن جاسم الثاني دعت الوزيرة الشركات القطرية لزيارة مصر لتعرف على فرص الاستثمار المتحة عقدت وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة لسكان في مصر اجتماعا في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددية الأطراف والأطراف السنائية وخلال لقاء تم بحث تطورات إعداد البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة لسكان 2023-2027 ومناقشة الملاحظات بشأن مسودة البرنامج كما تمت مناقشة التعاون مع الصندوق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية قبل 27 وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشرات وتعاملات جلسة اليوم على تراجع بدغط من مبيعات المتعاملين الأجانب فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي مستوى 646.7 مليار جنيه وسط تدولات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 58 من 100% ليغلق عند مستوى 9671 نقطة كما انخفض مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 82 من 100% ليغلق عند مستوى 1805 نقاط وهبط مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 76 من 100% ليغلق عند مستوى 2673 نقطة هذا وقد تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج العربي مقتفية أسر الأسهم العالمية وأسعار النفط حيث أسرت المخاوف من تباطئ نمو الاقتصادي وتقلص الطلب على الوقود على إقبال المستثمرين وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي بـ 1.99% وفي أبوظبي هبط المؤشر الرئيسي بـ 1.18% بينما صعد المؤشر الرئيسي في برصة السعودية بنسبة 0.34% في برصة توكيو أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع اتقادت أسهم قطاع الطاقة الخسائر وانخفض المؤشر بنسبة 74% مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 92% كما تراجعت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنسبة 9.13% وقادت خسائر 33 مؤشر صناعيا فرعيا في برصة توكيو بعد هبوط أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع شاهدين وصلنا إلى ختم النشرة وهذه عنوين الأخبار الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأنشطة شركة شافران الأمريكية العالمية خصوصا في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي في مصر مدبولي يؤكد أن مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم في تاريخها وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة زلناسكي يحذر من تصعيد الروسي قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي لبحث انضمام كييف إلى تكاتل نهاية نشرة السالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر